يحفر الثمانيني بونافنتورا سينينوغا قبراً لحفيده الثلاثيني الذي توفي بعد إصابته بفيروس إيبولا في أغندا بانتظار وصول الجثة التي تحضرها الإجهزة الصحية التابعة للحكومة الأغندية وأصبح إقليما كساندا ومبندي بوسط أغندا بؤرة تفشي فيروس إيبولا منذ الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في العشرين من أيلول سبتمبر منذ ذلك الحين أود التفشي هذا إلى وفاة ثلاثة وخمسين شخصا وفق الأرقام الرسمية الصادرة في السادس من تشرين الثاني نوفمبر ومنذ منتصف تشرين الأول أكتوبر تم إغلاق الإقليمين وفرض منع تجول ليلي وحضرت الرحلات الخاصة وأغلقت مرافق عامة وتم الإبلاغ عن تفشي إيبولا في العاصمة كامبالا على بعد مائة وعشرين كيلو مترا من كساندا وأقامت السلطات خياما للعزل والعلاج في القرى الريفية حتى يتمكن الناس من الوصول إلى الرعاية الصحية بسرعة ويعمل ناجون اليوم على التوعية للوقاية من إيبولا من خلال مشاركة تجاربهم الأليمة والتذكير أيضا بأنه يمكن علاج الشخص المصاب بعلاج سريع ورغم التحذيرات الصادرة عن السلطات عمد أقارب بعض ضحايا إيبولا إلى استخراج جتث مدفونة بهدف أداء تقوس تقليدية ما تسبب بطفرة في الإصابات وفي حالات أخرى طلب مرضى مساعدة من أطباء تقليديين بدلا من الذهاب إلى المرافق الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر